معبر رفح لنرصد جانبا مما كان يقوله الرئيس المصري فيما يخص ادخال المساعدات الإنسانية والإغافية والطبية محمد عبيد كالمعتاد مفادنا ينضم إلينا الآن لإطلاعنا على الصورة حيث هو الآن محمد محمد لا أعلم إذا كنت تسمعني أم لا سأكرر سؤالي عليك بأن تطلعنا على طبيعة ما يجري لديك فيما يخص وطيرة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغافية والطبية وكذلك استقبال الجرح الذي كان لا يزال حاضرا حتى دقائق قليلة مضت أحمد دخل بالفعل إلى قطاع غزة ويتم استلامهم الآن من قبل من نظمة الأنوروة وحتى الهلال الأحمر الفلسطيني 89 شاحنة مساعدات دخل من المصابين 23 مصابا منهم أربع حالات سيذهبون للعلاك في تركيا وحالتان ستذهبان إلى الإمارات و 17 حالة سيكونون في المستشفىات المصرية معهم طبعا بالفعل ما يقرب من 20 مرافق وأيضا كذلك دخلوا في 20 سيرة هذه الأرقام المحدثة أحمد للشحنات التي قد وصلت بالفعل إلى داخل الأراضي الفلسطينية وتستلمها الآن المنظمات الإغاثية كذلك أيضا كان هناك سبع شحنات وقود ذهبت إلى قطاع غزة في صبيحة هذا اليوم وهناك أعداد كبيرة تتدفق من المساعدات الإنسانية في عشرات الشحنات بل مئات من الشحنات تمتد من خلف الكاميرا حتى وصولا إلى مدينة الشيخ زويدة التي تبعد عن هنا 10 كيلومترات إضافة إلى أعداد أخرى داخل مدينة العريش وهناك أيضا طائرات تصل إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى المعبر ثم بعد ذلك يتم التجهيز لكي تأخذ التصريح للدخول إلى قطاع غزة محمد أصورة من خلفك أيضا عند مدخل هذا المعبر تقول أيضا بأن حركة المترجلين لا تزال قائمة حتى هذه اللحظة مسألة الدفع بالفلسطينيين العالقين أو الغزيين العالقين في الأراضي المصرية الذين قرروا واختاروا العودة إلى قطاع غزة لا تزال قارية أيضا بتحدث إليهم أحمد منذ لحظات كانوا ينزلون من سيارات في منطقة الانتظار أين كنتم قالوا كنا في مدينة العريش في رحلة زيارة لبعض الأقارب أو حتى رحلة زيارة للعمل وأين نذهبون سنذهب إلى أرضنا مرة أخرى في قطاع غزة منهم العجائز كبار السنة ما يزيد أعمارهم عن سبعين عام هناك أطفال حتى أن واحدة من هذه السيدات المسنات تحمل لعبة لطفل ربما يكون أحد أحفادها في داخل قطاع غزة وتفرح بأنها ستذهب بهذه اللعبة إلى الطفل أو حفيدها في قطاع غزة يحملون أغراضهم يأتون بشكل متضفق إلى معبر رفح ويسمح لهم بالدخول مباشرة من البوابة الرئيسية من أجل إنهاء إجراءاتهم سريعا داخل المعبر فبالتالي هناك تدفق هناك أيضا سعادة لهذا القرار الذي أتى بعد أيام طوال منذ 7 أكتوبر وقد منعوا من الدخول مرة أخرى إلى قطاع غزة كذلك أيضا الطلاب الذين كانوا يدرسون في الجامعات المصرية منها جامعات في شمال سيناء وقنوب سيناء أيضا وكذلك جامعات في مدن القناة هؤلاء أتوا من صبيحة هذا اليوم ما يزيد عن 60 طالب قاموا بإنهاء إجراءاتهم والآن يستعدون لاستقلال الحافلات من الجانب الفلسطيني والتي تأتي أحيانا بمزدوج الجنسية للذهاب إلى أراضيهم ومنازلهم مرة أخرى كذلك أيضا الحركة على مستوى المساعدات المتنوعة ومختلفة وهناك أيضا تدفق ببعض الجهات التي تأتي إلى تقديم المساعدة لمن يأتي سواء من المصابين أو حتى من مزدوجي الجنسية محمد أنت كنت قد أشرت قبل قليل إلى وصول مستفتحات أو بشائر القافلة التي جرى إعطاء إشارة البدء بتحركها بالأمس من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في استاذ القاهرة الدولية أنت قلت أنك تابعت بشائر هذا الوصول هل أتمت هذه القافلة وصول الشاحنات التي كانت قد حملت بالمساعدات؟ خلف الكاميرا مباشرة يستفو على طول الطريق يمينا ويسارا عشرات الشاحنات يمكن أن أقرأ لكن بعض السيارات تقف إلى جوار الكاميرا لا استطيع التنقل واذهاب إليها لكن مسافة السكة لأهلين في فلسطين هذا هو المكتوب تحيا مصر قافلة تحيا مصر القافلة الشاملة وهناك مشاركة لعديد من المؤسسات الأهلية وأيضا الحكومية التي قامت بتجهيز هذه القافلة أحمد على مد البصر تقف هذه الشاحنات تمتد إلى أكثر من عشرة كيلومترات وهناك أيضا منطقة انتظار لمعبر رفح تقف فيها الشاحنات هذه ممتلئة عن آخرية لذلك تصطف على جانبي الطريق ومازال الأعداد تتوافد لحظة بعد لحظة وتستعد للدخول والتنصيق إلى الجهة الأخرى من معبر رفح بالاتجاه إلى الجانب الفلسطيني محمد عبيد مفدنة إلى معبر رفح عند الجانب المصري من الحدود المصرية الفلسطينية أشكرك شكرا جزيلا سيكون لنا عودة معك بطبيعة الحال لأن الحدث الأساسي أيضا إذا كان يصاغ من قطاع غزة ونحن نتابعه أولا بأول فإنه أيضا يتشكل في جانب منه حيث أنت في معبر رفح محمد عبيد مفدنة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك